توماس وريدمان وقلنا أنه أحد أهم صحفيين أمريكييني لم يكن هو الأهم ويكتب في نيويورك تايمز وش قال؟ قال أنه قام بجولة في المنطقة الخليجية في الأيام الماضية ونشر على صحفة نيويورك تايمز إذا شئنا انطباعاته وما توصل إليه استنتاجاته وقناعاته واسمع بعد أن أمضيت الآن أسبوعاً في السعودية والإمارات أجس نبض هذه الزاوية المهمة من العالم العربي أشعر الآن بقلق أكبر آه طبعاً لأنهم كانوا يعتقدون أن السعودية والإمارات أمور رهي ماشية جيد فيها يعني والسعودية والإمارات رهي مع الكهية الإسرائيلي بكل ما فيها بحاكمها ومحكمها رح نسمعوا منه على الشعر بالقلق قال إن حماس قامت ببناء شبكة أنفاق واسعة تحت غزة وفي سعي القوات الإسرائيلية للقضاء عليها فهي تضطر إلى تدمير أعداد هائلة من الهياكل إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها قتل الكثير من مقاتلي حماس وتجريد غزة من السلاح دون خسارة الكثير من جنودهم من جنودهم في النافذة القصيرة التي تشعر إسرائيل أنها تمتلكها في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإنهاء الغزو أو بداهنا يقول نا هذا الدمار اللي هي تقوم بإسرائيل هذا التدمير الهائل هذا راه عنده سببين السبب الأول أنهم لكي لا يخسر الإسرائيليين كثير من الجنود والسبب الثاني لا عندهم مش وقت كثير فيجب أن يقوموا بتدمير حماس وأحيانا يتم قتل بشكل بشيء لكن راح نشوفوا هذا التبرير اللي قدموا في المقدمة لماذا قدموا وهو في حديثه عن هاجمات 7 أكتوبر وحق إسرائيل بالرد عليها يقول إن حماس خططت هذا هو أنا المهم أن حماس خططت ونفذت حملة من الهمجية التي لا توصف والتي بدت وكأنها تهدف إلى جعل إسرائيل مجنونة وتهاجم دون التفكير في الصباح التالي وهذا بالضبط ما فعلته إسرائيل فهذا الصحفي يهودي صهيوني أمريكي دعم لإسرائيل في المطلق والمصالح الإسرائيلية والأمريكية في البداية يعطي الصورة لماذا تقوم إسرائيل بكل هذا التدمير بمعنى أنه تقدر تتفهمه إلى حد ما لكن يقول لك أن هذا هو بالضبط في الحقيقة ما خططت له حماس عندما قامت بـ 7 أكتوبر وهذا بالضبط ما تفعله إسرائيل أي أن حماس بدت وكأنها تهدف إلى جعل إسرائيل مجنونة وتهاجم دون تفكير في الصباح التالي وأضاف أن إسرائيل في سعيها المتمثل في تفكيك حماس وقدراتها العسكرية وقتل قادتها البارزين قتلت وعصابت الآلاف المدنيين الأبرياء في غزة وأيضا أضاف أن حماس كانت تعلم أن هذا سيحدث ولم تهتم البتة هو يقول ولكن إسرائيل سوف تارث المسؤولية عن كارثة إنسانية هائلة سوف تطلب سنوات من التحالف العالمي لإصلاحها وإدارتها كما قلنا هذا صحفي محب لهم وهو سهيوني ويهودي وأمريكي لكن يقول لهم مرات الحقاق كما هي وأضاف أن فريزمان يشير إلى مقال نشرته صحيفة هاراتس الإسرائيلية حول هذا الموضوع بقلم ديفيد روزنبيرغ قال فيه لعل أنا كنت حدثتكم على هذا المقال قال فيه حتى لو انتهى القتال بانتصار حاسم على حماس فإن إسرائيل سوف تكون مثقلة بمشكلة كاد تستعصي على الحل لقد ركزت معظم المناقشات العامة حول ما سيحدث في اليوم التالي للحرب أي من يسيحكم غزة هذا واحد سؤال معقد لكن المشكلة أعمق بكثير ممن سيكون مسؤول على القانون والنظام وتوفير الخدمات الأساسية أي إن كان المسؤول فسيتعين عليه إعادة بناء الحطام الذي هو اليوم غزة وإنشاء اقتصاد فعال أين قضية إعادة بناء ما دمر بناء المباني بناء المستشفيات بناء الإدارات بناء السكنات بناء المخابس بناء المياه بناء مركز الكهرباء هذا سيتطلب شيء كبير مش فقط حفظ الأمن إلى آخره ويتطلب أموال كثيرة ويضيف وقال فريدمان أن محادثاته في دول الخليج تشير إلى أنها لن تسارح هما كان نتنياو كان قال بأن الإمارات السعودية ستقوم وستأتي ببناء غزة هنا الصحفي اللي سمع يعني كلام ما سمعش كلام دبلوماسي إنما قالوه له مباشرة قال لك إن دول الخليج لن تسارح نهيك عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى غزة بأكياس من المال لإعادة إعمارها ما لم يكن لدى إسرائيل شريك فلسطيني شرعي وفعال وتلتزم بالتفاوض في يوم من الأيام على حل الدولتين وأي مسؤول إسرائيل يقول غير ذلك فهو واهم آه جاهم للنقطة المركزية يعني ممكن جي تلقى ليجيبلك عشرات المليارات من الدولارات باش يعاود يبني غزة اللي قمت أنت بهدمها هذا إذا انتصرت هذا إذا تحققت أهدافك بأنك قضيت على حماس قضاء مبرمى نهائيا على المقاومة يقول لورك ستلقى كثير من المشاكل لإعادة البناء ولكن حتى ولو افترضنا القيت اللي يجيبني لك رح يقول لك نحن سنبني لكن يجب أن يكون هناك حل الدولتين لأن هذا هو أضعف الحلول حل الدولتين هو أضعف الحلول هو أقل الحلول وأقل تنازل ممكن تقدم إسرائيل أن تكون هناك دولة ضعيفة صغيرة على 22% فقط من أراضي فلسطين تاريخية وإسرائيل يكون عندها 78% وتكون هي القوة المهيمينة وإلى آخره وأضف قال لك إذا كان هناك مسؤول إسرائيلي لا يعتقد هذا فهو واهم لأن الناس نحن يقولون نحن في قانون دولي والقانون الدولي يقول دولتين والولايات المتحدة وهي أهم مناصر ومدافع عن إسرائيل بل هي اللي أوجدتها وهي اللي رهي ما زالت تحافظ عليها رهي تقول حل الدولتين وأضف أنه عاد متفائلا من رحلته من أن التطبيع مع السعودية لم ينتهي هذه قالها قال لك أن السعوديين قالوا نحن مستعدين رحوا للتطبيع نحن مستعدين أن نذهب للتطبيع فالرياض ملتزمة من حيث المبدأ باستئناف باستئناف المفاوضات التي كانت جارية قبل 7 أكتوبر طبعا دمرت كان المفاوضون يناقشون سفقة كبرى تدخل بموجبها الولايات المتحدة في معاهدة أمنية مع السعودية مقابل تطبيع الأخيرة علاقتها مع إسرائيل شريطة أن تلتزم إسرائيل بخطوات محددة للعمل مع السلطة الفلسطينية نحو تحقيق حل الدولتين وأكد أنه كون انطباعا قويا للغاية بأن السعوديين يريدون من الأمريكيين إنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن صل القناعة من أن السعوديين الآن يريدون فعلا إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن في غزة لماذا؟ يضيف هو يقول لنا لأن الموت والضمار في غزة يؤدي إلى تطرف سكانها الشباب الموت والضمار اللي نشوفه فيه واللي أدى إلى انتفاضات عالمية بما فيها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وفي كل تقريبا بلدان العالم أين يستطيع الناس أن يلتظاهروا قال لك في السعودية المسؤولين السعوديين بن سلمان ومن معه يعرفون ولديهم معلوماتهم من أن شبابهم يتطرف بمعنى أن شبابهم هو أيضا مع القضية قضية غزة هو أيضا ضد الهمجية الصيونية ولكن طبعا ما يقدرش يخرج يتظاهر ما يقدرش يكتب حتى تغريدة ومرة هذه اللي تخيفهم أن الناس لا تعطي تصور أو انطباع بأنها ضد الحاكم لكن هما طبعا عندهم وسائلهم عندهم مخابراتهم في السعودية ويعرفون رأي رأي العام السعودي فقالوا له المسؤولين السعوديين إن شبابنا يتطرف كلمة يتطرف هنا هو المقصود بها يتعاطف مع أهل غزة ويريد لهذه الحرب أن تنتهي ويكره الكائل الإسرائيلي لما يقوم به ويكره أمريكا لهذه المساعدات لتقوم بها في حين أنها أيضا هذه الحرب إذا استمرت المشكلة الثانية السعودية تخيف المستثمرين الأجانب وتعرقل بشكل عام ما تريده السعودية وهو التركيز على رؤية 2030 أي أن ما يحدث في غزة مش فقط أسقط التطبيع ولو مؤقتا ما بين السعودية والكان الإسرائيلي والذي كان بايدن يعتبر واحد من أهم قضايا تاو دار لهم مشكلة ثانية وهو أن الشباب السعودي ربما كثير في المجتمع السعودي مش شباب فقط يتطرف بين قوسين حسب بن سلمان وحسب المسؤولين السعوديين بمعنى أنه يتعاطف مع غزة والمشكلة الثالثة أن بن سلمان الذي يبني أوهام على أحلام أن تكون السعودية هي مركز العالم في السياحة وفي طبعا السياحة للطريقة السعودية اللي هو يجيب لك كل الراقسات والراقصون والمغنيات والمغنيين ما همش العاديين يجيب لك أبشع ما هو موجود والممثلات أنت أفلام اللي تعرفوها والممثلين هذه رحي موجودة الآن فهذه الرؤية أنتاؤه رؤية نشر الإلحاد والانحلال الشامل السعودية تتأثر غزة تزعجهم فعلا المدنيين يزعجون حتى هؤلاء أو بعضهم لهذه معلش ورفاهية وإلى آخر فبالنسبة لبن سلمان إذن مشكلتين رئيسيتين المشكلة الأولى أن شبابه يتطرف بسبب هذه الهمجية الصهيونية وأن هذه الهمجية الصهيونية تخيف المستثمرين لأن السعودية على حدود إسرائيل السعودية على حدود فلسطين تاريخية واش يقول أيضاً فريدمان وقال إن قادة الدول قادة هذه الدول ليسوا متعاطفين مع حماس ولن يحزنوا لو هزمت إلا أنهم يشككون بقدرة إسرائيل هذه النقطة الثالثة هؤلاء مش فقط ما هونش منتعاطفين مع حماس هؤلاء يريدون سحق حماس على قول دينيس روس أحد كبار مسؤولي الأمريكيين قبل ربع سابعة وكنا تكلمنا عليه هنا يريدون سحق حماس والمقاومة عموماً وأي واحد يرفع رسل أي واحد فيه ذرة كرامة أو شهامة أو رجلة أو مروعة لكن الآن وصلوا إلى قناعة وهذا عندما تكلم على الهزيمة الاستراتيجية وأيضاً هم يعترفون بها في إسرائيل هو أن 7 أكتوبر كسرت قاعدة أو نظرية الجيش الذي لا يغسم والمخابرات التي تعرف كل شيء والدولة التي لا يمكن إلا أن تنتصر في حروبها وهي متطورة اقتصادياً وتكنولوجياً وديمقراطياً و 7 أكتوبر كسرت الجزء الأمني العسكري الاستراتيجي وما يقوم به نتنياهو من ضمار وتدميره ومن معه أظهرت حقيقة التوحش الصهيوني فكسرت الأخلاقية وأيضاً المظلومية والديمقراطية الصهيونية إذن الآن يقولون بللي إحنا كنا نتمنى أقولوا كان إسرائيل قضاء على حماس لكن الآن عنا شكوك أنها لن تستطيع القضاء على حماس هذه مشكلة ثالثة بالنسبة لحكام الخليج هنا كنقول لحكام الخليج دائماً نحط فيهم السعودية الإمارات الأردن عباس والسيسي على الأقل هذا الخمسة أقل شيء والبحرين وقال إن قادة هذه الدول وفي ظل الحكومة المتطرفة التي تريد توسيع الاستيطان في الضفة والقدس يتطلع رموزها لاستيطان من جديد في غزة فلن تكون هناك حكومة مستعدة للتنازل إلى سلطة فلسطينية حاكمة إذن واشي يوصل فريدمان أكد فريدمان أنه إذا لم تتوصل إسرائيل إلى رؤية سياسية طويلة الأمد لإغراء العالم بمساعدتها في تمويل إعادة بناء غزة فإنها سوف تتعرض للكثير من الأذى الدبلوماسي والاقتصادي هذا هو رأي يفترض أن إسرائيل قضاءت على حماس وعلى المقاومة وهذا طبعاً مشكوك فيه بل مش مشكوك فيه أستطيع أن أقول لكم أنا من هنا مستحيل وقد تتحول غزة في نهاية المطاف إلى شرح كبير في الصدر يرهق إسرائيل عسكرياً واقتصادياً ومعنوياً ويأخذ راعيتها القوى العظمى الولايات المتحدة في طريقه الآن فريدمان راهي حذر وهو يهودي صهيوني إسرائيلي أمريكي حذر إسرائيل ولكن حذر أيضاً دولة أمريكا يقول لهم أن تصرفات إسرائيل ودعمكم لها إذا لم يكن هناك حل لغزة فإنتم أيضاً قد تدفعون الثمن والحقيقة أن بايدن قالها قبل يومين قال أخشى على أن أمريكا تدفع على المستوى الأخلاقي العالمي هو ما زال يخشى فقط هي في الحقيقة دفعت ودفعت ثمن غالب وأضاف أن نتنياهو يقوم بحملة الآن للاحتفاظ بمنصبه من خلال محاولة أن يثبت لقاعدته اليمينية المتطرفة أنه الزعيم الوحيد المستعد لإخبار إدارة بايدن وجها لوجه بأن بلاده تفعل لن تفعل أبداً الحد الأدنى الذي تطلبه الولايات المتحدة وهو أن تساعد إسرائيل في رعاية السلطة الفلسطينية بعد تجديدها وأن تقدم أفق سياسياً طويل الأمد للدولة الفلسطينية من أجل تطوير شريك فلسطيني قادر ذات يوم على حكم غزة المحررة من حماس وإسرائيل وذكر أن الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولين السعوديين شرحوا له كيف أن الرياح السياسية المعاكسة لأي محاولة تطبيع جديدة تعصف اليوم في معارك عربية سيئة تدور رحافة وسائل التواصل الاجتماعي العربية حول قضية فلسطين قالوا له رأي معركة كبيرة قضية اللي كنا ماشيين تطبيع وكلش ماشي وما كاش إشكالي لآخره رأي الآن نقاش رهيب على مواقع التواصل الاجتماعي مع العلم أن اللي مع فلسطين أو مع غزة أو مع المقاومة أو مع الأحرار أو مع قلة قليلة جداً لتكتب لأن تخاف من الاعتقال في السعودية دير لايك لو كان يجي عندي واحد هنا ويدير لايك واش نقول يدخلوا عشرين سنة أو على تغريدة كتبها مثلاً واحد ضد النظام السعودي أو يدخلوا ممكن خمسين سنة فهذه إشكالية كبيرة